أنا هو الرجل الذي رأى المزال آتي علي بقضي بغضب وقادني وسيرني في الظلم ولا في النور والآن رد يده علي النهار كله أبلى لحمي وجلدي وصحق عظامي أحاطبي ونكس رأسي وأزلني وأجلسني في موادع مظلمة مثل الموتى منذ القيدة سيد علي حتى لأخره ضعف ربطي وسقل سلسلتي دعوته فلم يستجب لي صرفت إليه فلم يصر بصراتي سيجا سبني وأغلق مسالك صار لي كدب كامل وكأسد في موضع مختاف أني عصار عني اعترقني هالك أو ترى كوسه وأقامني هدفا ليلقي فيا سهابه أدخلا في كلية أيام نبالج عباته سرت أضحكة لكل شعب وأغنية لهم أنهار أقول له جرعني الحنضل ورواني من الأفسنتين هشاما بالحصى أسناني وأطعمني الرماء فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات وبادت أخيرتي ورقائي من الراحة أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرا من زاكيرتي هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرابي لأنه لم يطردني عنه لأن رأفته لتزول على ممر شهور والأيام والأيام كلها من مراحم الرب إننا لم نخنا لأن رأفته كان تفرق وهي جديدة في كل صباح وعظيمة وعظيمة هي آمناتك نصيب نصيب أنه هو الرب للذين يترجونه طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلا سرا جيد للرجل أن يحمل النير منزي صباه يجلس وحده ويصمو ويصمو لأنه قد وضعه عليه يجعل في الطراب فمه لعله يجد رجاء يميل يخده لمن يلطمه ويشبع تعيرا إلى أن الرب لا يكسيه عنه إلى الآباد فإنه ولا وضعه يطرى أفقى قصرة رحماته لأنه لم يرزله من قلبه بل وضع بل وضع بني الباشر إذ أزل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حق الراب أمام وجه العالي أو طرح الإنسان في القضاء عندما يحكم عليه أفما يقول الرب منز الذي قال فكان والرب لم يأمر أَلَيْسَ أَلَيْسَ مِنْ فَمِ الْعَلِيْهِ تَفْرُجُ الْخَيْرَةَ وَالشُهُرُرُ كَيْفَ يَتَزَمَّرُ الْإِنسَنَ الْحَايِ المعاطب لأجل خطياته فلنفح اصطركنا ونفتبر خطواتنا ونرجع إلى الرب ونرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء قضى اخطأنا وأزنبنا وأزنبنا وعصائنا وأنت لم تغفر لنا قد التحفت وحكمت بالغضب وطرتنا وقتلتنا وأزنبنا وأنت لم تشف انت حفت بغمام لألا تبلغ إليك صلاة لأت تدعلك إلى أرى وأطرى الله تركتنا في وسط الشعور ففتح جميع أعداءنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وصفط عيناي تسيلك يا نبي عمياه على صق بنت شعبي عيناي تسكب ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء عيناي تحزن على نفسي من أجل بني المدينة قد استعدني أعدائي استيادا قد استعدني عصفور بلا سبب وقرادوا في الجب حياتي وطرحوا علي شابكا فضعت المياه فوق رأسي وقلت وقلت إنه طرقني عنه صارفت بإسمك يا را من جب صفلي فسمعت صوتي لا تمل أجونك عن تلبطي يوم إن صرفت إليك افتربت من معونتي وقلت لي لا تفا خاصمت يا رب خصومة نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى التراب وحكمت في دعوان رأيت انتقامهم كله وتحريك وتحريك شفاه القائمين علي وصرت تلاوتهم في النهار كله في قلوسهم وفي قيامه انظر إلى عيونهم وجازهم بالتعب على خصاوى قلوبهم وأطردهم بغضبه وإفنهم يا رب من تحت السماء مكدا لسان وسي الخدوس إلهنا إلى الأباء آمين